بسم الله الحمد لله صلاة الصلاة والسلام أهلا بك عديد الطالب في مراجعة التطبيق الأول للصف الرابع أمي دين أن تنال هذه المراجعة إجابتكم وتساعدكم على أداء الامتحان بدرجات عالية إن شاء الله موفقين كثيرا بإذن الله السؤال الأول تحقت من الجمل التالية هل هي صحيحة أو خطأ لكي نستخدم محرك البحث جوجل فإننا نكتب www.google.com في شريط الأنوان فاكر معي عزيز الطالب فاكر معي هل يجب أن نكتب جوجل في شريط الأنوان أحسنت يجب عند البحث في جوجل عندما نرد أن نبحث في جوجل في يجب علينا يجب علينا أن نكتب جوجل في شريط الأنوان حتى نتمكن من البحث فيه حيث يمكننا محرك البحث جوجل من البحث في أماكن مختلفة داخل سباكة الويب السؤال الثاني يمكننا استخدام جوجل ترانسليت يمكننا استخدام جوجل ترانسليت للعثور على موقع ما على الخريطة هل ذلك صحيح عزيز الطالب فاكر معي هل يمكن استخدام جوجل ترانسليت للبحث على موقع في الخريطة فاكر معي فاكر معي أحسنت ما شاء الله الإجابة خاطئة لا يمكن استخدام جوجل ترانسليت للبحث عن موقع في الخريطة حيث يستخدم جوجل ترانسليت جوجل ماب هو الذي يستخدم للبحث عن موقع في الخريطة أما جوجل ترانسليت فممكن نستدامل الترجمة من اللغة الأخرى ثلاثة واحدة من الخدمات التي يقدمها واحدة من الخدمات التي يقدمها جوجل ماب هي الترجمة من اللغة الإنجليزية العربية هل يمكن الترجمة من اللغة الإنجليزية العربية باستدام جوجل ماب فاكر معي عزيزي الطالب فاكر معي أحسنت ما شاء الله هذه الإجابة خاطئة كما قلنا الإجابة خاطئة إذن الأمسح هذه أضع هنا على ما صحيحة في الخطأ وهنا واحدة من الخدمات جوجل ماب هي الترجمة الإجابة الخاطئة لماذا لأنه عن طريق جوجل ترانسليت يمكن الترجمة من اللغة الإنجليزية العربية وليس عن طريق جوجل ماب رابعا يمكن العثور على تعريف كلمة ما من خلال البحث في محرك البحث جوجل فكر ما هذا الطالب هل يمكن البحث في جوجل عن تعريف المعين فكر معين أحسنت ما شاء الله صحيح الإجابة ماذا الإجابة صحيحة يمكن العثور على تعريف كلمة ما خلال محرك البحث في جوجل السؤال التالي نستطيع التحويل من كيلو متر إلى متر باستخدام محرك البحث جوجل هل يمكن تحويل من كيلو متر إلى متر باستخدام محرك جوجل فكر ما هذا الطالب أحسنت يمكننا فعلا التحويل من كيلو متر إلى متر باستخدام محرك جوجل حيث ممكننا البحث في محرك جوجل من التحويل عبر الوحدات التالي الخدمات المقدمة من جوجل ترانسليت وجوجل ماب هي مجانية غير مدفوعة الثمن. فكر معايزة الطالب. هل ذلك صحيح؟ هل الخدمات المقدمة من جوجل سركة جوجل مثل ترانسليت وماب غير مدفوعة الثمن؟ فكر معاي. أحسنت الإجابة صحيحة. تقدم جوجل الكثير من الخدمات المجانية مثل جوجل ترانسليت وجيميل وجوجل ماب والتي تمكننا من آداء الكثير من الخدمات المجانية بدون دفع أي مقابل. التالي عندما نقوم بزيارة موقع ويبا بشكل متكرر. فإشتحسن أن نضيفه إلى قائمة المفضلة. هل ذلك صحيح؟ فكر معايزة الطالب هل ذلك صحيح؟ أحسنت الإجابة صحيحة. عندما نريد أن نزور بصفة متكررة فيمكننا نضعه ماذا في قائمة المفضلة. ما شاء الله. أحسنت عزيزة الطالب. فلننتقل للتؤال التالي. الرسائل الفورية هي اختار الإجابة الصحيحة. الرسائل الفورية هي طريقة للترجمة الفورية طريقة للإعجاب أو عدم الإعجاب بمنشور خدمة متوفرة عبر الإنترنت للتواصل طريقة لتعلم البرمجة. فكر معايزة الطالب أي من هذه صحيحة؟ أحسنت عزيزة الطالب إنها خدمة متوفرة عبر الإنترنت للتواصل. فإذا أردت التواصل مع أي أحد في أي مكان في العالم فإن كانت استخدام الرسائل الفورية مثل الفيسبوك ميسنجر أو الواتساب لإرسال رسائل. التالي. إمكانية إرسال الرسائل النصية هي مثال على ماذا؟ مثال على مستند ورد برامج وأدوات المراسلات الفورية البحث عبر الويب التسجيل الصوت أي من تلك الأشياء صحيحة؟ فكر معايزة الطالب فكر معاي مرة أخرى أحسنت هي تستخدم كبرامج وأدوات المراسل الفورية حيث تمكنها البرامج وأدوات المراسل الفورية مثل الواتساب والميسنجر من التواصل مع آخرين. التواصل غير المتزامن تطلب تواجد المرسل والمستقبل المتصلين في نفس الوقت. هل ذلك صحيح؟ فكر معاي عزيزة الطالب هل ذلك صحيح؟ هل يتطلب وجود المرسل المستقبل يسمح بالاطلاع على رسائل لاحقا؟ يتطلب إجراء مقابلات مباشرة؟ يستدعي الاطلاع على الرسائل فورا؟ أي من تلك الأشياء يعتبر صحيح؟ فكر معاي؟ ما شاء الله أحسنت عزيزة الطالب يسمح بالاطلاع على الرسائل لاحقا لأن التواصل غير المتزامن لا يشترث أن يوجد المرسل والمستقبل في نفس الوقت فهذا خطأ؟ يتطلب إجراء مقابلات لا يتطلب إجراءات مقابلة فهذا خطأ؟ يستدعي الاطلاع على رسائل الخطأ لأنك قد تطلع عليها لاحقا مثلا الإيميل فقد أرسلها كبريد إلكتروني أو رسالة ويمكنك الاطلاع عليها لاحقا الآن أو لاحقا لا مشكلة فلننتقل للسؤال التالي ما مدى قوة كلمات المرور التالية أمام التصنيف؟ قلنا أن كلمة السر اللي لديها عدد شرورت لكات تكون قوية أولا يجب أن تكون طويلة وثانيا يجب أن تحتوى على رمز وثالثا يجب أن تحتوى على أرقام ورابعا يجب أن تحتوى على ماذا؟ يجب أن نتجنب تجنب الكلمات الشائعة يجب أن نتجنب ماذا؟ الكلمات الشائعة يجب أن تكون كل تلك الأشياء متعفرة في كلمة الدي تصير لكات تكون قوية فلنبدأ بالكلمة الأولى خالد هل هي كلمة ضعيفة متوسطة أم قوية؟ فكلمة للطالب أحسنت أحسنت خالد هي كلمة مرور ضعيفة لماذا لأنها لا تتطل لا يوجد فيها رموز أو كابتر سمول وسهل التنبؤ بها خالد واحد اتنين ثلاثة فاكر ما عزيزة الطالب أحسنت هي كلمة متوسطة لأنها جمع بين خالد ومجمع من الأرقام مما يصعب على المختاركون اختراقها لكنها لا تحتوى على أي رموز وبالتالي قد يخترقها مع الوقت كلمة كمال ضعيفة متوسطة أم قوية؟ فاكر ما عزيزة الطالب الإجابة أحسن ضعيفة لأنها لا تحتوى على رموز أو أرقام أو كابتر سمول كمان أنها صغيرة خالد وبعدها علامة تعجب وبعدها واحد اتنين ثلاثة أربعة فاكر ما عزيزة الطالب لها ضعيفة متوسطة أم قوية؟ أحسنت يجب إيه؟ إنها ماذا؟ إنها قوية ما شاء الله أحسنت لأنها تحتوى على ماذا؟ تحتوى على كابتل تحتوى على سمول تحتوى على الأرقام تحتوى على رموز واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة فاكر ما عزيزة الطالب مبدعة ضعيفة لأنها يمكن التنبؤ بها يمكن لأي أحد التنبؤ بها وبالتالي ليس قوية؟ زيرو تسع خمسة برسنت دوحة علامة تعجب اتنين ثلاثة أت تلاتة أربعة فاكر ما عزيزة الطالب لها ضعيفة متوسطة أم قوية؟ أحسنت إنها قوية حيث تحتوى على أرقام ورموز وعلامات التالي خالد وعلامة وهشتاك هشتاك هشتاك تلاتة تسعة زيرو واحد اتنين فاكر ما عزيزة الطالب أحسنت إنها قوية لأنها تحتوى على رموز وكابتل وسمول وغيرها من العلامات السؤال الأخير من خلال ما تعلمت في الدروس عن البرامج المجانية والبرامج المدفوعة اذكر فرق بينهم ما البرنامج المجاني ما الفرق بينه وبين البرنامج المدفوعة فاكر معي عزيزة الطالب فاكر معي مرة أخرى أحسنت البرنامج المجاني لا يتطلب لا يتطلب دفع مقابل مقابل فالمرامج المجانية مثل الجيميل أو غيره لا يتطلب أن تدفع مقابل مقابل استخدامه يمكنك استخدامه بدون مقابل يسكر بينما البرنامج المدفوع ماذا؟ أحسنت يا تطلب دفع مقابل ما شاء الله أحسنت عزيزة الطالب إذن البرنامج المجاني لا تطلب دفع مقابل بينما البرنامج الآخر تطلب دفع مقابل بذلك نكون انتهينا من الأسئلة الصحيح والخطأ والاختيارات أرجو من أهل الطلبة وأبني الطلبة أن يلاجعوها جيدا ووفقكم الله على ما يحب وارضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته